بدأ مجلس النواب جلسته اليوم بتأجيل التصويت على عدد من مشاريع القوانين أدرجها في جدول أعماله قبل أن يصوت بالإجماع على رفض رفع علم أقليم كردستان على المؤسسات الحكومية في محافظة كاركوك ومنع محافظ كاركوك من التصرف بنفط المحافظة دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية مما أدى إلى انسحاب جميع كتل التحالف الكردستاني من الجلسة قرر مجلس النواب العراقي اليوم وبالإجماع بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني على قرار بإلغاء قرار مجلس محافظة كاركوك الذي اتخذه بمقاطعة الكتلتين التركمانية والعربية حول رفع علم إقليم كردستان على الدوائر الحكومية نحن طلبنا من رئيس مجلس النواب أن يعرض هذا الموضوع على لجنة الأقاليم وأيضا يتم الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع لكن مع كل أسف هناك من يريد أن يفرض إرادة على القانون وعلى الدستور أيضا لأن هذه المادة هي دستورية وقانونية وخلاصمة بأن محافظة كاركوك لم يجري فيها انتخابات مثل 13 سنة إذن قانون 21 غير ملزم به وأيضا هناك قرار من المحكمة الاتحادية بأنه لكاركوك خصوصيتها وبالتالي مجلس محافظة كاركوك تستطيع أن تصدر هذا القرار الإداري النواب العرب عن محافظة كاركوك طالبوا رئيس الوزراء بتنفيذ قرار مجلس النواب وزيارة محافظة كاركوك للاطلاع على احتياجاتها وإخماد الاحتقان السياسي بين مكوناتها والآن تطبيق هذا الأمر هو من اختصاص الحكومة المركزية وعلى الحكومة المركزية أن تتواجد بشكل حقيقي تكون عونا لمحافظة كاركوك تكون عونا لأهل كاركوك تكون عونا للنازحين نتوجه أيضا مرة أخرى بالشكر الجزيل لكل الكتل السياسية في مجلس النواب والتي ساهمت برفض قرار بعض أعضاء مجلس محافظة كاركوك برفض العلم الكردستاني على الدوائر الحكومية في كاركوك وباشر مجلس النواب باستجواب وزيرة الصحة والبيئة عديل حمود من قبل النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي على أمل التصويت بالقناعة من عدمها بأجوبة الوزيرة في جلسات لاحقة نحن لاحظنا هناك ملفات وهناك عقود وهناك ومعالي الوزيرة أيضا أجابت بالرد والدفاع وهذا شيء دستوري وحقها وننتظر إكمال باقي الأسئلة كون لا يمكن أن نحكم على سؤاليا من أصل 26 على القناعة من عدمها في الاستجواب وفي الوقت الذي رمى مجلس النواب الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية لتنفيذ قراره بإنزال علم أقليم كردستان من دوائر محافظة كاركوك الحكومية استجوب وزيرة الصحة والبيئة في ظل انقسام نوابه بين مقتنع وغير مقتنع بأجوبتها من داخل المجلس النواب ببغداد أحمد عرام الحرة